بلغ إجمالي الاستثمارات العامة التي تم أو يجرى ضخوها لتنفيذ مشروعات قومية بسيناء ومدن القناة نحو 358 مليار جنيه في الفترة من عام 2014 حتى 2023 انعكس هذا الكم الهائل من المشروعات العملاقة للتنمية والتعمير في سيناء على التقارير الدولية التي أشهدت بنجاح استراتيجية التنمية الشاملة لأرض الفيروز تقارير دولية وإشادات عالمية رصدت الحجم الهائل للعمل والتنمية في سيناء خاصة مع تنفيذ الدولة عدد كبير من المشروعات القومية في أرض الفيروز خلال السنوات الماضية ميجلة الإيكونومست أكدت سعي مصر وتعاونها بشكل وثيق مع الأمم المتحدة لتنفيذ أحدث طرق الرية لتعظيم استخدام المياه وتحسين المحاصيل الزراعية فضلا عن زيادة مساحة الأراضي الزراعية في سيناء كما أكدت أن التطوير الإضافي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سيساعد على خلق فرص عمل ودعم وزيادة الصدرات ميجلة إي أن آر الأمريكية قد أكدت أن مصر تعمل على تطوير سيناء لتصبح مكانا أكثر جاذبية للعيش والعمل حيث شملت الجهود خلال السنوات الأخيرة محطات التحلية والمعالجة بما في ذلك محطة المحسمة التي حصلت على جائزة أفضل المشروعات العالمية في عام 2020 الميجلة أضافت كذلك أن محطة بحر البقر هي مرفق جديد لمعالجة المياه تم بناؤها في أقل من عامين وستعزز من جهود وأهداف التنمية بسيناء وحصلت على جائزة أفضل مشروع في العالم عام 2021 كذلك موسوعة جنس للأرقام القياسية قامت بتسجيل محطة بحر البقر في سيناء كأكبر محطة معالجة في العالم بينما ذكرت الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أن مشروع جبل الزيت هو أكبر مجمع للرياح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو مثال لضمان الوصول إلى طاقة حديثة وموثوقة وبأسعار مناسبة للجميع بدورها أكدت مجموعة أكسفورد للأعمال أن تشييد عدد من الأنفاق الجديدة ساعد على تسهيل الربط بين سيناء والعديد من محافظات مصر فضلاً عن توسيع شبكة الطرق القومية الخاصة بها مما حسن بصورة كبيرة تقييم مصر العالمي بجودة الطرق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر